السلام عليكم واهلا بكم فيديو جديد ازاكم شباب اخباركم ايه? ان شاء الله تكونوا خير دايما يا رب. الفيديو ده اهل لكم فيه على طريقة حلوة وسهلة جدا تقدروا ان انتم تتفرجوا بيها على الشات بتاعة سامسونج الجديدة عن طريق استخدام او الواقع المعزز او عن طريق باستخدامك للموبايل. والموضوع زي ما انت شايف دلوقتي انا بقدر ان انا اتفرج على الشاشة ولفها في كل الاتجاهات. ولو عايز مسلا انا شو شكل الخارجي بتاعها اقدر ان انا اعمل شوية عليها فشوف الشكل بتاع الخارجي او لو عايز مسلا انا اتفرج على شكل الجديد هيبقى عامل ازاي? فالموضوع يعني شكله ممتع جدا انك تقدر تتفرج على الشاشة بطريقة مش بس كده لانت كمان تقدر دلوقتي عن طريق انك تجرب الشاشة في المكان اللي انت هتحط فيها فعلا. يعني تقدر انك تشوف الشاشة بحجمها الطبيعي. هل هيبقى مسلا شكلها كبير قوي ولا شكلها يبقى حل ولا شكلها وحش عن طريق انك تشوفها في المكان اللي انت هتحط فيه الشاشة بجد. فتعال اقول لك تعمل ده ازاي دلوقتي بس يا ريت الاول ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناة وما تفتكش اي فيديوهات جديدة. والموضوع سهل جدا كل اللي عليك انك تعمله انك تدخل على الموقع بتاع سامسونج الرسمي واول ما تدخل على الموقع هتختار الجامعة بتاعة التلفزيونات واجهزة الترفيه المنزلي هتختار مسلا لو هتشوف الشاشات وتختار كلمة اللي على اليمين هتلاقي الموديلات بتاعة الشاشات الجديدة ظهرت قدامك زي والموديلين دول انا عملت عنهم فيديوهات قبل كده هتقدر تتفرج عليها من علامة الفوق او من الرابط اللي هسيبولك في صندوق وصف الفيديو او في اول تعليق فانا دلوقتي مسلا هختار موديل الكيو تمانين بي ما أسل خمسة وخمسين بوصة فاختار مقاس الخمسة وخمسين بوصة وادوس على الشاشة واول ما تدخل على صفحة الشاشة هتلاقي حرف تحت ده معناه ان هي الخاصة بتاعت موجودة في الشاشة دي لان مش كل الشاشات او مش كل الموديلات بيبقى فيها الخاصة بتاعت فاول ما تلاقي الحرف بتاع ايه ار اعرف ان الشاشة دي تقدر انك تشوفها عن طريق فانا دلوقتي هتدوس على حرف وهتلاقي الشاشة زهرت قدامك بشكل تقدر انك تتفرج عليها من كل الاتجاهات بتحرك بس صبعك على الشاشة كده علشان يلف لك الشاشة في اي اتجاه انت عايزه او لو عايز تعمل زوم ان عليها بتعمل زوم ان عليها زي ما بتعمل زوم على اي صورة فالموضوع سهل جدا وشكله ممتع جدا انك تشوف الشاشة بطريقة ولو عايز بقى تشوفها فعلا بطريقة او الواقع المعزز فبتضغط على الكلمة بتاعت مجرد انك تدوس على الكلمة بتاعت هتلاقي بيطلب منك انك توجه هاتليفون للشكل مسطح او لماكان مسطح اللي هو المكان اللي انت هتحط فيه الشاشة وبمجرد انك توجه التليفون فعلا للمكان ده هتلاقي الشاشة ظهرت قدامك وتقدر بقى انك تتحرك حواليها او مسلا عايز ترجع وراء شوية لو الشاشة ظهرت قدامك كبيرة قوي فممكن انك ترجع وراء شوية لان ده هيبقى معناهن حجم الشاشة كبيرة قوي انت بعد كده ممكن تتعامل زوم اين والت عليها بس هي اول الشاشة بتزهر في اول مرة بتبقى يعني زهرت بالحجم الطبيعي اللي هو مسلا مقاسة الخمسة وخمسين بوصة او مقاسة الخمسة وستين بوصة فتقدر انك يعني تتفرج بقى عليها من كل الاتجاهات وتلف حولها يمين وشمال فيعني طريقة زريفة او جديدة تقدر انك تتفرج بها على الشاشات الجديدة وكمان برضو تقدر تتفرج على بعض الموديلات القديمة المهم انك تلاقي بس الحرف بتاع اي ار موجود تحت الشاشة لان ده معنى ان الشاشة دي موجودة في او تقدر انك تتفرج عليها بخاصية ولكن اللي كان غريب بالنسبة لي في الطريقة دي ان هي اشتغلت مع التلفونات ولكن مشتغلتش مع التلفونات يعني انا جربتها على ما اشتغلتش الطريقة دي في حين ان اياه تلفون اندرويد بجربه بتشتغل عليه فمش عارف بصراحة على المشكلة في الموقع بتاع سامسونج نفسه ان ده مش مع التلفونات ولا المشكلة في التلفونات فقريت لو حد اجرب الموضوع ده على تلفون ايفون واشتغل اتمنى الفيديو يكون قفاتكم فعلا ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك وقاريت في النهاية ما تنساش والشير ونتقفل الفيديو جديد ان شاء الله سلام.